إلى ذلك أكد أعضاء مجلس محافظة نينوى تعرضهم لضغوط من قبل جهات سياسية تحاول فرض مرشحها وتحاول تنصيبه محافظا لنينوى الأعضاء أكدوا أنهم تعرضوا لمساومات وتهديدات من قبل تلك الجهات السياسية من أجل التصويت لصالح وزير سابق فاشل ليكون محافظا جديدا لنينوى مؤكدين أن تلك الجهات خيرتهم ما بين انتخاب مرشحها أو حل مجلس المحافظة وإدخال نينوى في فراغ إداري حتى الانتخابات المقبلة نطال طبعا كل الجهات المعنية بعدم زج المجلس في الخلافات السياسية والمناكفات السياسية التي من شأنها أن تلقي بظلالها على المواطنين بصورة مباشرة لأن هناك سيخلق فراغ دستوري في الحكومات المحلية وفي الدستور مما يتسبب في عرقلة وتعطيل عمل هذه الحكومات المحلية وبالتالي المواطن الآن وخاصة في محافظة نينوى مرهق ومثقل بالآلام والأوجاع التي خلفها الإرهاب وبالإضافة إلى العمليات العسكرية الآن لدينا مئات الآلاف من الناجحين في المخيفات لدينا كثير من الخدمات نقص في المواطنين المحافظة بحاجة إلى دعم الحكومة المحلية بحاجة إلى دعم ومساندة من الحكومة الاتحادية على عكس ما يحصل الآن في الساحة المطالبة بحل المجالس ومما تسبب في خلق أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي أرهقت كاهل المواطنين في محافظة نينوى كنا سابقا وناشدنا ونناشد دائما نقول بدعم محافظة نينوى ودعم شعب نينوى في كل المجالات ليس خلق أزمات جديدة التي مشانا أن ترهق المواطنين إضافة إلى حجم الآلام التي تعانوا منها